طلاع الجيش يتفوق على الأهل برقلات الترجيح ويحرز لقب السوبر المصري الأول مرة في تاريخ كابتن علاء مباراة عصيبة كنا نتمناها لعكس ذلك ولكن قدر لو ما شافع مبدعيا بكل روح رضيها تقول طلاع الجيش مغلوك أول بطولة اكتهد اكتهد ولعب على هدف معين ووصل معاك لضربات الترجيح اللي تتساول الحصوص فيها ولي مكتوب بقى أو حظه أكتر أو الأوفر حظا بيكفوز بالبطولة هو كان بداية مبارا ووصل عايز حاجة معينة ايمن واتكلمنا فيها وقلنا بنشاطين هو عايز يوصل للمباراة لأقصى حاجة لأقصى حاجة لبطولات الجزاء ويتلعب عشان كده هما لما كان عبوا لبطولات الجزاء كان فيه لعيب طلاع الجيش كان فيه هدوء الهدوء مش صخة ان هما لا الهدوء ان هو وصل للحاجة اللي عايزها فلو حصل وما قدرش يكسب بالنادي الأهل يبقى أنا عملت أخصى حاجة عكس لأيبة النادي الأهل طبعا أول حاجة بس يقول لنا جميل الأهل ما تزعلش وهارض لك البطولة النهاردة طبعا كون نفسي للأهل يكسب نضيب بطولة تاني وجميل الأهل أكيد طبعا أكيد طبعا زعلانة جدا وحزينة جدا لكن هي دي كورة القدم الهدف كان موجود طرعا الجيش يمكن كان فيه بعض كبعض أخطاء مننا انت وصلت المباراة لضربات الجزاء يعني كان لازم المباراة انتهم من بدري سواء انت بتلعب فريق اتفاقنا كلنا من بداية المباراة حتى لنهايتها لحد اكسترطايا مائما مش عايز يعمل حاجة غير هو بيحاول بيدافع ويستهلك وقت لكن في الآخر مرة تاني بلو طلعا الجيش مبروك البطولة أو البطولة اللي منحقهم يفرحه النهاردة أكيد سهلا